وقفة تضامنية مع ضحايا إطلاق النار الجماعي في تكساس وأوهايو عشرات المواطنين والنشطاء الحقوقيين تجمعوا في بروكلين لتذكر الضحايا والدعوة إلى تقنين استعمال السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية ومنعه إذا اقتضى الحال المشاركون في هذه الوقفة حملوا لافتات ورفعوا شعارات منددة باستفحال العنف في المجتمع الأمريكي وتكرار حالة إطلاق النار على المدنيين هنا وهناك الولايات المتحدة الأمريكية عاشت نهاية أسبوع دامية قتل خلالها 29 شخصا وأصيب آخرون بجروح في حادث إطلاق نار منفصلين في مدينة إلباسو بي تكساس ودايتون بولاية أوهايو